بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لأصحاب المعالي منذ ساعات الصباح الباكرة أمس كان هناك معلومات قد وردت إلى جهاز الرقابة في المؤسس العامة للغذاء والدواء وكان هناك توجيه مباشر من معالي وزير الصحة بضرورة الحضور إلى موقع الحادث في لواء عين الباشرة لعمل الدراسة المسحية للمطاعم ولمصادر قد تكون قد تسببت في إحداث حالات التسمم الغذائي والتي تم نقلها إلى مستشفى في المنطق بيّنت نتائج الفحوصات المخبرية ما يلي وجود مؤشرات التلوث ببكتيريا تدعى انتيرو كوكس في كالس والتي تشير إلى تدني مستوى الممارسات الصحية والنظافة في المنشأة الغذائية بالإضافة إلى عزل الجراثيم الممرضة كامبيلوباكتر وهي موجودة في المواد الغذائية والتي عادة ما تحتوي على منسوب عالي من البروتين وتشمل اللحوم والدواجن والبيض وتزيد خصوبة هذه البيئة الغذائية لنمو البكتيريا في حالات ارتفاع درجات الحرارة كما كان بالأمس وقبل أمس كما تم عزل أيضا نوع بكتيري هو باسلس سيريس والتي تشير وجودها يشير إلى عدم اتباع الممارسات الصحية السليمة في المنشأة الجذير بالذكر بأن هذا المطعم المنشأة الغذائية قد تلقت أمر بالإغلاق بتاريخ 27 ستة حسب السجلات لدى المؤسس العام الغذاء والدواء ومديرية صحة محافظة البلقاء وعلى أثر ذلك تم إغلاقها وتم السماح لاحقا بفتحها بعد لغايات تصويب والسلبيات الحرجة التي وجدت آنذاك تم أيضا إيقاع عقوبة الإنذار على المنشأة لكن يبدو لم يتم الالتزام بالشكل المطلوب قانوني الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة ووزارة الصحة تم الكشف على المطعم بالكامل وبكامل أجزائها والتي هي عبارة عن مشغل لتحضير الشاورمة ومشغل تحضيرات المطعم وأيضا المستودعات التي تابع على المنشأة وكذلك ثلاجات التبريد الرئيسية وتبين بأن وحدة التبريد الموجودة داخل المشغل لتحضير الشاورمة معطلة ولا تعمل بكفاءة وقت التفتيش أيضا تم اتلاف جميع المواد الغذائية الجاهزة للأكل بعد جمع عينات منها بموجب ضبط اتلاف موثق وهي شاورمة دجاج ودجاج شواية وتقدر كميتها بحوالي 150 كيلو جرام تقريبا أيضا تم التحفظ على جميع المواد المحظرة داخل المطعم وغير الجاهزة للأكل بعد جمع العينات منها بموجب أيضا ضبط موجود وهي دجاج مقطع ومتبل أيضا المواد التي تدخل في عمليات تحضير الشاورمة من الميونيز والسلطات التي بالعادي ترافق الوجبات تم إغلاق المطعم بشكل كامل وأكد أيضا في هذا الموقع أن المؤسسة مستمرة بالبرامج الرقابية وخصوصا خلال الأيام القادمة التي نتوقع أن يكون فيها ارتفاع على درجات الحرارة ولابد أيضا من التأكيد على ضرورة تفعيل موضوع الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية نتمنى للجميع السلامة وشفاء وحفظ الله الوطن وقائد الوطن والخير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة